السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سباق الأمام تقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال اليوم نتحدث حول موضوع أهام جدا وهو موضوع الجامعات البحثية طبعا الجامعات البحثية تعتبر محركات للتقدم والابتكار في الدول وهي من الأمور التي تتسابق حولها الآن الأمم الجامعات البحثية تمثل ركائز أساسية في النظام العالمي للتعليم وخاصة التعليم العالي متخصصة في إنتاج المعرفة وتعزيز الابتكار من خلال البحث العلمي المتقدم من اسمها الجامعات البحثية هي تعنى بموضوع Advanced Scientific Research البحث العلمي المتقدم طبعا هذه الجامعات لا تقتصر فقط على توفير التعليم الجامعي أو الدراسات العليا بل تعمل كمراكز حتى تحل المشاكل الاجتماعية كمراكز للتفكير النقدي كمراكز الاستكشاف أيضا حل المشكلات في مختلف جوانب الحياة طبعا تمتاز هذه الجامعات البحثية أنها تخصص جزءا كبيرا من مواردها للموضوع البحث العلمي وما يشمل طبعا تمويل المشاريع البحثية توفير المختبرات المتقدمة كذلك تشجع على موضوع التعاون العلمي هذه سمات ومرتكزات للجامعات البحثية طبعا لو نتحدث عن البرامج الأكاديمية المتقدمة الجامعات البحثية حاله حال بقية الجامعات هي تقدم برامج دراسية في مختلف التخصصات أو التخصصات المتنوعة صح التعبير بما في ذلك طبعا العلوم الطبية العلوم الطبيعية الهندسة العلوم الاجتماعية الإنسانيات طبعا التركيز على الدراسات العليا لأن بالدراسات العليا الماستر والدكتورة هناك إجراء كثير للبحوث والنشر لهذا الأمر سيصب في صلوب عمل هذه الجامعات الجامعات البحثية من الأمور الهامة التي تركز عليها الجامعات البحثية هي موضوع النشر العلمي Publication لهذا نرى أن الجامعات البحثية تمتاز بتصنيف عالي في التصانيف العالمية لأنها تساهم وتشجع على نشر المقالات في المجالات العلمية المحكمة كذلك الكتب كذلك تعقد مؤتمرات دولية لهذا هي تركز على موضوع النشر العلمي والمساهمة في المعرفة أيضا هذه الجامعات حقيقة تركز أو تهتم بموضوع الابتكار وتطوير التقنية وتطوير التكنولوجي من خلال حاضيات الأعمال في هذه الجامعات توجد هناك شيء يسمى Business Incubators هي تأخذ الفكرة البحثية وحتى تسجلها براءة اختراع وتحولها إلى منتج قابل للاستخدام والاستثمار لهذا هي تركز على موضوع براءة الاختراع بل حتى تعقد بعض الشراكات مع الشركات الخاصة مع المصانع لتحويل هذه الأفكار إلى براءة اختراع تسجل ثم تحول إلى منتجات فهذه مخرجات الجامعات البحثية طبعا الدول تهتم في موضوع الجامعات البحثية لأنها تساعد على دفع عجلة الاقتصاد الابتكارات التي تأتي من هذه الجامعات عند البحث والتنقيب والنشر وتعتبر ابتكارات هامة في موضوع دفع عجلة الاقتصاد وهنا يكون للجامعات دور حاسم حقيقة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل أيضا معالجة التحديات العالمية الجامعات البحثية تحاول البحث عن المشاكل وتشخيص هذه المشاكل ووضع حلول لهذه المشاكل لهذا نقول أن الجامعات البحثية هي عبارة عن بيئة لإيجاد الحلول للتحديات العالمية مثل التغير المناخي مثل الذي حدث في كوفيد-19 الجامعات سخرت طاقاتها ومختبراتها وباحثيها حتى تحاول أن تجد حلاً ولقاحاً للوباء العالمي كذلك في معالجة موضوع الأمن الغذائي يعتبر أن التحديات العالمية حالياً من خلال البحوث الموجهة وكذلك التعاون الدولي مع بقية الجامعات أيضاً طبعاً هذه الجامعات لا تخفل موضوع التعليم والتدريب فهي توفر بيئة تعليمية يعني رائعة تسمح للطلبة بالمشاركة في البحث العلمي وتطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار أنا كنت يعني لمدة عشر سنوات في جامعة بحثية جامعة يو أم يونيفورسي أوف ميلايا حقيقة وكان الفضل لله ثم لهذه البيئة التي كنت فيها ولهذه الجامعة في تطوير مهاراتي البحثية والتواصلية ومنها انبثقت منصة أوريذ العلمية من هذه الجامعة البحثية طبعاً ضمن التحديات التي تواجه الجامعات البحثية هو موضوع التمويل التمويل يجب أن يكون تمويل حكومي من الدولة التي تخصص بعض المبالغ للإنفاق على البحث العلمي لأن الدولة الحكومة تستشعر أن هذه عبارة عن استثمار في هذه الجامعات لهذا الجامعات الخاصة في الغالب لا تكون جامعات بحثية لأن الجامعات الخاصة الهدف هو ربح تحقيق العائد الإنكم بالإضافة لأمور العلمية الثانية الأخرى ولكن حقيقة الجامعات البحثية يجب أن تكون جامعات حكومية تترفع عن موضوع الماديات والحكومة تحاول أن توفر لها الموارد المالية لاستدامة البحث العلمية وتنفيذها بالطريقة الأفضل أيضاً حقيقة البحث العلمية هنا لما يتم الإنفاق عليها لأجل شيء مهم هو ضمان الجودة في البحث العلمي كذلك في البرامج الأكاديمية طبعاً يعتبر ضمن التحديات موضوع الجودة يعتبر تحدي من هذه التحديات أننا نريد بحوث تنشر بمجالات علمية محكمة تنشر في الـ Q1 أو Q2 أو Q3 يعني سيستمز أو جونالز لهذا هذه البحوث لما تنشر فيه أموال يجب أن تنفق على البحوث حتى أموال تنفق على النشر حقيقة ضمن التحديات أن هذه الجامعات يجب أن توازن بين البحث العلمي وبين التعليم لا تنشغل كل الإنشغال في البحث العلمي وتتجه إلى التعليم وتترك البحث العلمي يجب أن يكون هناك نوع من التعادل والتوازن في موضوع البحث العلمي وتوفير التعليم بطريقة جيدة يكون عالي الجودة طبعا وهذا يتطلب جهودا متواصلة وإدارة فعالة في الجامعات البحثية طبعا من ضمن الجامعات التي نفتخر بها جامعة الملكة عبدالله العلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية تعتبر من الجامعات البحثية جامعة قطر في دولة قطر تعتبر أيضا من الجامعات البحثية جامعة الإمارات العربية المتحدة في الإمارات أيضا تعتبر من الجامعات البحثية جامعة الأردن من الجامعات البحثية ختاما نقول أن الجامعات البحثية في العالم العربي حقيقة كثيرة ومتنوعة وتلعب دورا محوريا في تعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية ليس فقط في العالم العربي بل في العالم كل الدول كما قلنا هي تهتم بموضوع الجامعات البحثية لأنها تعزز من اقتصادها وهذه الجامعات تركز على البحث العلمي والابتكار هذه الجامعات تساهم في إنتاج المعرفة وتطوير حلول التحديات المحلية والعالمية ختاما نقول أن الجامعات البحثية في العالم تلعب دورا محوريا في تعزيز التنمية العلمية وكذلك تعزيز التكنولوجيا طبعا من خلال تركيزها على البحث العلمي والابتكار هذه نقطتين مهمة في الجامعات البحثية البحث العلمي والابتكار هذه الجامعات حقيقة تساهم في إنتاج المعرفة وتطوير حلول التحديات المحلية والعالمية لو كانت لديكم تجربة مع جامعة بحثية لو كنت تدرس في جامعة بحثية لو كنت طالب دراسات عليا في جامعة بحثية أرجو أن تعلمنا في التعليقات تخبرنا في التعليقات حول جامعتك وتصنيفها ومجال اهتمامها وما الذي يميزها عن الجامعات التقليدية نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة